كيشكي تيفي نورو يدنياكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قطعنا والحمد لله شوطاً جيداً في المنظومة وكان آخر ما تحدثنا عنه هو الحث على ملازمة الشيوخ وعدم الاقتصار على التلقي الشخصي يعني أن الإنسان قد يقتصر على أن يقرأ هو ويظل أنه بذلك يحصل العلم أتكلمنا عن هذا الموضوع وكذلك حتى سماع الأشرطة ربما سماع الأشرطة أفضل من قضية القراءة ولكل منهما مزاياه ولكل منهما سلبياته ولكن الشيء الذي لا إشكال فيه والذي هو الطريق الصحيح والطريق المسلوك الذي به تخرج على العلماء المتقدمون والمتأخرون هو أن يذهب الطالب إلى العالم ويلازمه ويسمع منه ويعني يأخذ منه العلم ويأخذ منه الخلق والأدب وتمتزي الأرواح ببعضها فتكتمل مسألة الوراثة الصحيحة للعلم هذا هو آخر ما أخذنا وتوصلنا إليه ووقفنا عند قوله آخر ما أخذناك فتحلقوا حول الشيوخ وزاحموا نعمر الزحام بذلك الميدان ننتقل اليوم إلى موضوع آخر ومهم أيضا وقد كان في بداية هذه الصحوة هو طلب العلم الجديد الذي انتشر في هذه الصحوة أن الطلاب يقبلون مباشرة على البحث وعلى تلقط المسائل من هنا وهناك دون أن يكون لهم صلة قوية بالأصول التي يبنى عليها العلم وهي المتون العلمية في الفنون المختلفة ولكل فن متونه فهناك متون للعقيدة ومتون للحديث ومتون للفقه وكذلك للنحو ولكل فنون العلم لها متونها إذا حفظها الطالب إذا حفظها الطالب وفهمها فإنها تكون مرجع له إلى آخر عمره يقول واخذوا المتون وشمروا في حفظها إن المتون جواهر التيجان هذه نقطة منفصلة عما قبلها وعما بعدها وهي الحث على أن نأخذ المتون العلمية يأخذ الطالب عدة متون في عدة فنون فيأخذ مثلا متناً في العقيدة متناً في أصول التفسير متناً في الحديث متناً في المصطلح مصطلح الحديث متناً في الفقه متناً في أصول الفقه وهكذا في سائر الفنون في النحو هذا ما أخذناه؟ ما أخذناه خير إن شاء الله ذكر لي عبد الله أنه في عجلة أبيات تتجاوزناها ونحن نتكلم عن الشيوخ وأن هذا الشيخ يقفو سبيل أو طريق السانفين ويقتل بأماثل الأشياخ والأقران ويسلم الرايات آخر عمره لنوابغ الطلاب بطمئنان سند به حفظ الكتاب وجاء نهج الرسول على مدى الأزمان كل يقول سمعته ورأيته وبمثل هذا شيخنا أوصاني لكن من جعل الكتاب إمامه عند الأداء يقول من أنباني؟ فتحلقوا حول الشيوخ وزاحبون أم الزحام بذلك الميداني أنا أذكر أننا قرأناه ما قرأناه؟ على كل حال هذا كله توصيف لحال الشيخ فالشيخ الذي نحرص عليه ونرحل إليه ونجالسه ونستفيد منه هذا الشيخ هو ما ذكرناه في حقه أنه يكفو طريق السالفين على الهدى أو طريق السالفين ويقتدي بأماثل الأشياخ والأقران هو يقتدي بمن قبله ونحن الحاضرون السامعون منه نقتدي به ويسلم الرآيات آخر عمره رايات العلم التي ينشرها في الناس لنوابغ الطلاب باطمعنان طبعاً الذين يحضرون هم سيحضرون عند الشيخ كثير لكن ليس كل من حضر أصبح مؤهلاً لوراثة الشيخ إنما الذين يريثون الشيخ هم نوابغ الطلاب هذا الشيخ يتفحص هؤلاء ويعرف من خلال أخذهم وعطائهم وخلال تفاعلهم مع الدر وسؤالهم وسؤاله لهم من خلال هذا كله يعرف من هم الذين يؤهلون لطلب العلم فهناك يعني يسلم لهم الوراثة يسلم لهم الكرسي الذي كان يجلس عليه يسلم لهم الفنون التي كان يدرسها يسلم لهم بل يرشد الناس إليهم في الفتوى وفي الدرس وفي سائر الأمور فإذا يسلم الرايات آخر عمره لنوابغ الطلاب باطمعنانه ومطمئن أن هؤلاء قد علموا هؤلاء قد فهموا وحفظوا هؤلاء قد حملوا الأمانة التي كان هو يحملها وهذا السند سند به حفظ الكتاب القرآن وجاءنا هجي الرسول على مدى الأزمان هكذا الكتاب والسنة جاء بهذه الطريقة جيل يأخذه عن جيل يأخذه عن جيل قبله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولازلنا نواصل المشوار بإذن الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم خير خلف لخير سلف يقول سند به حفظ الكتاب وجاءنا هجي الرسول على مدى الأزمان كل يقول سمعته ورأيته وبمذر هذا شيخنا أوصاني يعني كل لما يتكلم بمسألة أو يوجه توجيه أو يؤدي علما يقول سمعته من شيخي وشيخه يقول سمعته من شيخي والذي جاءت بعده يقول سمعته من هذا الشيخ فيكون السند متواصل كل يقول سمعته ورأيته وبمذر هذا شيخنا أوصاني لأن المشايخ العلماء الأجلاء لا يلقون مجرد الكلام ويذهبون ولكنهم يشرحون لكنهم يخلطون التعليم بالتربية يخلطون التعليم بالتربية فمع أعطائهم متون العلم ومسائل العلم هم أيضا يعطون الأخلاق يعلم الطالب كيف يتعامل مع الناس كيف تكون أخلاقه كيف تكون آدابه كيف يكون صفة الصبر والحلم والنصيحة والحرص على نفع الناس وغير ذلك وأيضا كونه يكون قلوة في نفسه ولا يكون متناقضا يكون تناقض بين قوله وبين عمله هذا كله يحصل في حلقات الشيوخ أما في الكتاب أما مع الشريط هذا كله في الغالب لا يحصل فلذلك الحرص على أن يرحل الناس إلى العلماء ويلتف حول العلماء وقد سبق في آخر نحلة جئتها إلى هنا أن التقيت بعدد من كبار طلبة العلم ومن العلماء وأوصيتهم بأن يجتهدوا قدر الإمكان أن يوجدوا بديلاً لمن سيذهب من العلماء العلماء الذين الآن ينتفع بهم الناس والذين يأخذون عنهم والذين يرجعون إليهم في مسائلهم في فتاواهم في أخذ الرأي والمشورة منهم ما شاء الله أكثرهم كأن كبروا وقد أصبحوا في سن كبير فكما تعلمون من الإنسان كلما كبر أصبح أضرب إلى الأجل وكذلك إذا لم يمت فالذهب ينهم الذاكرة تضعف فيضعف أن يواصل المشوار فلذلك يجب على الجميع أن نتعاون الشيوخ من جهتهم والطلاب من جهتهم ليوجد بديل يقوم مقام هؤلاء العلماء وأظن أشرت أمس أنه لا ينبغي أبدا بل لا يجوز أن ينطبق علينا حديث موت العلماء إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بموت العلماء فإذا بهب العلماء فلم يبقى عالم اتخذ الناس رغوسا جهالا فسألوا أو فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا طبعا الجاهد إذا أصبح يفتي هذه كارثة لأنه سيقول على الله بغير علم وسيخرج الجواب بهواه وهذا ننتبه له حتى نحن طلبة العلم ينبغي أن نحرص على أن لا نتورد في ذلك فالعامة إذا رأوا شخصا خطب خطبة وفقه الله فيها خطبة جيدة عجبتهم اتبروا أن الخطيب هذا شيخ ثم بعد ذلك جاءوا يسألونه ما تقول فيه كذا وما حكم كذا وأنا طلقت وأنا يعني بعت أو اشتريت أو حصل بيني وبين أهلي خلاف أو كذا فيلقون إليهم أسئلتهم هذا غلط لأنه ليس كل من أبدع في الخطابة أو في المحاضرة أو حتى في التأليف قد يؤلف كتاب لكنه لا يلزم من ذلك أن يصبح مفتيا لا يلزم من ذلك أن يصبح مفتيا فهنا عندنا أمرا الأمر الأول هو التحري من قبل السائل السائل يمغي أن يتحرى فلا يسأل كل أحد فالله عز وجل يقول فاسألوا من فاسألوا أهل الذكر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ليس كل أحد يستنبط الحق والمعرفة الصحيحة فلذلك على الناس ونوجه الناس بهذا أن لا يسألوا كل أحد ويأخذوا جينهم عن كل أحد اليوم في التلفزيونات في القنوات في مواقع التواصل يظهر ناس كثيرون لا ندري ما خلفيتهم لا ندري ما أصولهم لا ندري على ماذا بنوا هذا الكلام الذي يطرحونه في هذه البرامج فلذلك دائما يكون من ضمن دعوتنا حسن توجيه العموم عامة الناس إلى إحسان السؤال أنت إذا اخترت العالم الذي فعلا بذلت جهدك في أن يكون جامعا بين التقوى والورع ورسوخ العذم فإنك معذور حتى لو أفتاك بخطأ حتى لو أفتاك خطأا فأنت معذور وليس عليك شيء لكن إذا أنت أهملت حصلت إمام المسجد سألته واحد ألقى درس أو محاضرة سألته واحد ألقى درس أو ألقى محاضرة سألته وهكذا غلط لست معذورا يعني أنت لما بالأمس سألت بحثت وتأكدت وقلت من هو العالم الذي هو يعني راسخ في هذا العلم ثم سألته وأفتاك بخطأ فالخطأ عليه وليس عليك لكن لكن إذا أنت أهملت ووجدت أول واحد في طريقك فسألته أنت أيضا غير معذور وهو طبعا يقول على الله بغير العلم وأنت لست معذور لأنك لم تأخذ بأمر الله عز وجل وتتحرى من هو أهل الذكر الذي ترجع إليه هذه النقطة النقطة الثانية في مسألة توجيه الناس عندما يسألون العلماء فنسأل أن نوجه الناس أن يسألوا كما ذكرنا العالم الذي هو أفضل من يجدون في منطقتهم ثم إذا سألوا لا يكررون السؤال إذا سألوا لا يكررون السؤال يعني سألت الشيخ صالح على سبيل المثال فأفتني لا أذهب للشيخ أحمد أو عمر أو محمد وأقول له أفتني ليش لأن أنت الواجب الذي عليك قد أديته وسألت من تظن أنه من أهل العلم والذكر فسقط عنك الحرج وحل لك أن تعمل بفتواه فما الذي أوصلك وما الذي دفعك إلى أن تسأل الشخص الآخر لا تسأل فهذا نحية النحية المخرى لو فرضنا أن هذا الشيخ الأول قال لك هذا حلال ثم سألت الشيخ الآخر قال لك هذا حرام ماذا تصنع الآن إن بقيت على الأول ملوم وإن تبعت الآخر وتركت الأول ملوم أو جعلت نفسك حكما بينهم أنت تقول والله أنا أختار الذي أرى أنه أحسن من أين لك أن تعرف أن كلام فلان فتوى فلان أفضل وأصوب من فتوى فلان الآخر يعني يتوه الإنسان ولذلك كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله وقد سمعته بنفسي يسأل قال له السائل أنا سألت واحد كأنه من المغرب أو من الجزائر من جهة غرب العالم الإسلام يقول له قد سألت عن مسألة كذا وكذا وأريدك يا شيخ أن تفتيني فيها قال له لا لا أفتيك فيها ما جمت قد سألت عانما تعتقد أنه من أهل العلم ومن أهل الفتوى فلا يكرر لك الجواب خذ بما أفتاك به وأنت مع دور هذه النقطة ينبغي أيضا أن تنتبه لها إذن كل يقول سمعته ورأيته وبمثل هذا شيخنا أو صاني لكن من جعل الكتاب إمامه عنده فقط عاكم على الكتب عند الأداء المعريد أن يعلم الناس يقول من أنباني هذا الذي يعني يسميه العلماء الصحفي ويقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي كيف؟ الصحفي يعني هو الذي يأخذ علمه من الصحف من الكتب من الأوراق فهذا لا ترجع إليه ولا تأخذ عنه العلم الثاني المصحفي المصحفي هو الذي قراءته فقط من المصحف دون أن يأخذ القرآن عن الشيوخ فهذا سيغلط أغلاط كثيرا فإذا أخذته أخذت عنه معناه أنك ستتابعه على أخطائه من هنا يحرص الإنسان أن يأخذ عن من أخذ عن من هو سلسلة أو حلقة في سلسلة الأخذ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتحلقوا حول الشيوخ وزاحموا نعم الزحام في ذلك الميدانة الزحام هو غير مطلوب يعني تروح تزاحم على بضاعة تشتريها تزاحم على منظر تريد أن تتفرج تزاحم على مكان تسلي وله هذا ما هو مطلوب والزحام في غير مكانه وقد تأثن به إذا أليت غيرك فيه لكن الزحام المحمود أن تزاحم على طلب العلم أو تزاحم للوصول إلى الصفوف الأولى في المسجد يعني أن تزاحم على كسب الفضائل والأشياء المهمة أما الزحام على الأشياء الأخرى فهو مذموم فلذلك يقول نعم الزحام بذلك الميدان إن شاء الله نكون انتهينا الآن من موضوع الشيوخ والأخذ عن الشيوخ ولزوم أن نعمل بجد لإيجاد البدائل وكلما كبر شيخ أن يكون له بديل أو أكثر من بديل وكلما مات شيخ يكون قد وضع مكانه شيخاً آخر ولا يترك الناس تعيهين لا يدرون إلى أي أحد يتجهون ثم انتقل إلى باب آخر وهو مهم وهو حفظ المتون قال واخذوا المتون وشمروا في حفظها إن المتون جواهر التجان تعليقون التجان جمع تاج وهو ما يلبسه الملك أو الزعيم على رأسه وهذا قد يضع فيه أشياء ولكن أغلى ما يضعه الجواهر فجوهرة التاج هي أعظم أعظم ما يتزين به الملوك وهو هنا في العلم جواهر تجان العلم المتون فإذا حفظ الإنسان المتون ذكرته حتى بعد عشر سنين من تعلم هذه المسائل يرجع إلى المتل فيستحضرها وتجمعها وتجمع العلم له والمسائل تجمعها له هذه المتون يعني لمن قرأ منكم في كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيط إذا كنتم قرأتم وطبعا غيره كثير بس هذا الذي استحضره الآن هذا الرجل كتابه أصلا هو في توضيح القرآن بالقرآن يعني هنا آية مجملة وهناك آية مفسرة فإنفسر هذه الآية المجملة بتلك الآية التي في الموضع الآخر لكنه يخرج أحيانا ليتكلم عن آيات الأحكام يتكلم عن الفقه الذي يؤخذ من هذه الآيات هنا عندما يريد أن يأخذ ويتكلم في الفقه ويذكر المسألة الهلالية والخلاف فيها ثم يرجح ما هو الراجح دائما تجدونه يرجع إلى مثل من المتون المشهورة في الأصول ليضبط به علمه وهو مراق السعود مثل من المتون العلماء ومن يعتمد عليه أهل موريتانيا أهل الشنغيط أهل المغرب وحتى بعض أهل المشرق الإسلامي فيرجع إليه دائما يقول قال في مراق السعود كذا وكذا وكذا حتى يعني لخسرك الدليل وكيف استنبط الدليل أو استنبط المسألة من هذا الدليل إذا واخذوا الموتون وشمروا في حفظها إن الموتون جواهر التيان واخذوا مفاتيح العلوم فإنها لكنوزه كمفاتح بيباني العلم منه ما هو غاية ومنه ما هو وسيلة فالغاية القرآن والسنة العلوم الأساسية علم القرآن بفروعه مختلفة وعلم الحديث وفقه الحديث وما يستنبط من الحديث وحفظ الموتون الموتون الحديث طبعا حفظ القرآن مقدم هذا بأول الطلب وهناك علم وسيلة وهو ما تفهم به أو ما تتصل أو تتوصل به إلى علم الغاية فعلم الوسائل فعلم الوسائل بعضهم يسميها مفاتيح العلوم وبعضهم يسميه علوم الآلة علوم أيش الآلة يعني الآلة هي الشيء الذي تتوصل به إلى غايتك فهكذا علوم الآلة تتوصل بها إلى العلم المقصود بداته هو علم كتاب والسنة فلابد أن يكون عندك يعني معرفة بعلم الآلة هذا بدأ يعني ذكر في المنظومة بعضا من هذه العلوم يقول لا بد من نحو وتجويد به ينفى تخبط قارئ القرآن بالنسبة لمن يتجه إلى القرآن ويريد أن يفهمه ويعرف معارفه وعلومه لا بد له أولا من أجل ضبط القراءة قبل كل شيء بس من أجل ضبط القراءة أن يتحلم علمين علم التجويد كيف ينطق الكلمات وما هو موضع الإدغار أو موضع الإظهار أو موضع مثلا المد أو موضع يعني فروع التجويد معروفة والثاني علم النحو بالنحو لأنه يريد حتى لو كنت تدرى حفظا ولا يعني تدري ها هنا هو مرفوع أو هو منصوب أو هو مكسور بعلم النحو نظلنا أيضا هذا هو مفعول به إذن إيش بيكون مفتوح أو هذا فاعل مضموم أو هذا قد جاء جازم فجزمه فيسكون السكون فتعرف كيف تنطق تعرب القرآن أو تقرأه قراءة معرلة ليس فيها لحن مخالفة النحو يسمى إيش لحن فلان يلحن أي يقرأ القرآن على خلاف القانون القانون للنحو إذن لابد من نحو وتجويد به ينفى تخبط قارئ القرآن من أتقن هذين العلمين مع حسن الأخذ وهذه نقطة مهمة أننا القرآن لو أحرقت المصاحف وحاشا ومعاذ الله على سبيل المثال في بلد من الملدان طلع زعيم طاغي من الطغاة قال كل المصاحف هذه التي في بلادنا أحرقوها لا تدعو منها ولا نسخة واحدة هل سيذهب القرآن لا لأن القرآن الأصل فيه أننا نأخذه بالتلقل ونحفظه في الصدور فلو أحرقوا النسخة التي عندنا من القرآن سيبقى القرآن في صدورنا لكن ينبغي مع ذلك أن نستعين بالمصاحف ونستعين بالوسائل الأخرى لحفظ القرآن والحفاظ عليه وحسن أدائه لأنه إذا أدناه الأداء الصحيح فهمناه فهمناه فهماً صحيحاً أما إذا أدي بطريقة غير صحيحة فما نستطيع أن نفهمه الفهم الصحيح إذن لابد من نحو وتجويد به ينفى تخبط غالي القرآن هذا في جانب القرآن من أهم شيء وفيه لمن أراد أن يقرأ التفاسير ويعرف تفسير القرآن فيه كتب كثيرة طبعاً في تفسير القرآن ولكن فيه أيضاً مثل ما في فيه أصول الفقه أننا أيضاً أصول التفسير أو علوم القرآن بأسامي مختلفة والهدف منها هو كيف نضبط دراستنا للقرآن كيف نضبط دراستنا للقرآن فهذا علوم إذن تجويد من أجل أن نحسن الضراء كذلك أن نحن من أجل أن نحسن حراب القرآن والثالث أوصول التفسير من أجل أن نقرأ التفسير ونحن نعرف يعني على ماذا يبنى هذا التفسير ثم قال وأصول فقه واصطلاح محدث لمن اعتنى بعلومه شرطاني من أراد أن يرصخ في العلم أن يتبحر فيه لابد له من عدة فنون من ما يسمى بعلوم الآلة ومن ضمن ذلك المهم جدا أصول الفقه فأصول الفقه يجب أن يكون الإنسان ملما ولو بمبادئها على الأقل وكلما توسع في الكتب المأمونة لأن المشكلة بعض كتب أصول الفقه كان أدخل فيها علم المنطق وعلم الفلسفة وصارت صعبة جدا على القارئ والدارس لكن هناك كتب نظيفة خالية من هذا الحشو فلابد للإنسان يعني الذي يريد أن يرسخ أن يتطور من مثلا الورقات إلى ما هو أرفع إلى ما هو أرفع وهكذا وأول كتاب وضع في أصول الفقه من يعرفه أول كتاب وضع في أصول الفقه أيهما يالله هذا سبقك يا عمر يالله نعم كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبالمناسبة ذكر الإمام الشافعي وذكر الرسالة هناك مقولة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لأن العلماء ينقسمون إلى فرقتين العلماء أهل السنة فقه قسم يسمى أهل الأثر أو أهل الحديث وهم الذين يعتنون بجمع الأحاديث والتفقه والتفقه فيها ولا يعتنون كثيراً بمثل أوصول الفقه وتعليلات وما يشبه ذلك وفريد وفريد آخر يعتنون بالمعاني والاستنباطات وبالعلل وبالقياس أكثر من اعتنائهم بنصوص القرآن والسنة مع أنه لا يمكن أن يكون هنا قياس ولا تعليل إلا عن الكتاب والسنة فهؤلاء ظنوا أنهم هم الوحيدون على الحق نحن أهل الحديث نقلناه ضبطناه فهمناه فالذين يخالضوننا ليسوا على شيء والآخر فريق الآخر يقول هؤلاء لا فرق بينهم وبين الجمال أو الحمير التي تحمل الكتب فالحمار يحمل كتباً كثيرة على ظهره لكن ما نصيبه منها ماذا يفهم منها لا يفهم شيء طبعاً هذا يعني تشبيه غير صحيح لكن هكذا الشيطان عند المناظرة وعند الجدال يدخل ويجعل الإنسان يتعصب لنفسه هذا يتعصب وهذا يتعصب فيقول المام أحمد بن حمبر رحمه الله ما زلنا نل عنه يعني نذم أهل أهل الرأي ويذموننا ويلعنوننا حتى دخل بيننا محمد بن إدريس الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عرف الحديث أهله وعرف حاجة الناس إلى الحديث وأنه لا يمكن لفقيه أن يتفقه الفقه الصحيح وهو يجهل الحديث فهو إما أن يبني فقهه على حديث ضعيف وإما أن يبنيه على الرأي مع وجود الحديث الذي هو الأصل وأيضا هذا الذي يحمل الحديث إذا لم يكن عنده من الرأي المحمود شيء فإنه أيضا لا يستطيع مجرد ظاهر الحديث لا يكفي لا بد أن نغوص والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه ورب حامل فقه غير فقه فإذن قد يكون حامل الفقه يعني حامل الآية والحديث لكنه غير فقه فيها فلما جاء الشافعي وعرف فضل الحديث وعرف فضل الرأي وأن في هذا فائدة وفي هذا فائدة فأقنعهم أنه أنتم لا تظنون أنكم وحدكم على الحق أنتم على حق ولكن يشارككم فيه الفريق الآخر وأنت أيها الفريق الآخر على حق ولكن لست الوحيد في الحق بل يشاركك فيه الفريق الآخر قال فاصطلحنا يعني خفى النزاع والخلاف فيما بينهم بسبب أن الشافعي رحمه الله كان يعرف هذا ويعرف هذا فأعطى هذا قدره وأعطى هذا قدره فجعل يقرب الناس من بعضهم البعض طيب بعد ذلك يعني بعد أن ذكر هذه العدد القليل من علوم الآلة وهي الأشياء المهمة الحقيقة قال طبعاً وصول الفقه تعرفونه والاصطلاح المحدثين يعني علم المصطلح ولست الآن معني بشرح ما هو الوصول وما هو المصطلح لكن معروف علم المصطلح المتحلق بمعرفة ما يصح وما لا يصح مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وعلم الوصول هو الذي معرفة الأدلة الكلية التي يغخب منها الأحكام ما هو الأمر ما هو النهي وما ماذا يعني على أي شيء يدل الأمر أو على أي شيء يدل النهي وغير ذلك من المسائل التي يحويها علم الأصول قال فإذا ألم إذا أدرك وعرف فإذا ألم بآلة العلم التي تحميه من زلل ومن روغان فعلا هذه المتون أو هذه العلوم تحميه من الانحراف كلنا ننتسب إلى الرب سبحان وتعالى وكلنا عبيد له سبحان وتعالى وكلنا على منهجه عز وجل وكلنا أيضا في حفظه ورعايته إذا وكلنا إلى أنفسنا ضعنا وإنما لن نكون على الصواب إلا إذا حفظنا هو سبحان وتعالى ووفقنا وسددنا في طريقنا فلذلك نكرر من قضية المنهج الرباني والعالم الرباني لنكون منسوبين إلى الرب سبحانه وتعالى قال وأرى التخصص في الحلول ولا أرى للنابغين تشتت الأذهان يعني هناك علم موسوعي وهناك علم تخصصي يعني في بعض العلماء تجد أنه عالم موسوعي في أي فن يتكلم تظن أنه لا يحسن إلا هذا الفن إن تكلم في الفكر فهو من الفقهاء الكبار أو تكلم في الحديث وننته فقط متخصص في الحديث أو تكلم في التفسير كذلك وفي سائر الفنو وهؤلاء ليسوا هم الكثرة بل الكثرة من العلماء تجد أنه محسن متقن غاسق في فن من الفقه وهو فقه ولا تسأله في غير الفقه وهذاك محدث لا تسأله في غير الحديث والآخر مفسر وهكذا وكليل كما قلت لكم من العلماء منهم من يسمون بالموسوعيين الذين تجده له رسوخ في أكثر من علم وهؤلاء من أمثال في الصحابة مثلا عبدالله بن عباس ومن بعدهم يعني تجد في كل طبقة من الطبقات من اشتهر بذلك وفي المتأخرين أكثر اشتهروا مثل مثلا ابن الجوزي مثل السيوطي مثل ابن تيبية وابن القيم فهؤلاء تجدهم أينما تكلموا أتقموا هذا فتح يفتحه الله على بعض عباده لكن هل أنا وأنت نستطيع أن نكون مثل هؤلاء إذا أذن الله نعم لكن لما ننظر بالمنظار الواقعي لن نجد أننا قادرون على أن نكون من أثناء لذلك شوف العلم الذي تهواه وتشعر أنك ستجيد فيه وتحسن فيه فتمسك به وتوسعه وكن في العلوم الأخرى يعني على الطلاع مطلع على العلوم الأخرى الطلاع لكن جهدت صبه في فن أو في فنين أو بعض الفنون المتقاربة المتلازمة التي لا يستغني بعضها عن بعض وهذا الذي تعمله الجامعات الآن كلية الشريعة كلية مثلا أصول الدين كلية الحديث كلية اللغة فإنه يسهلون للطالب التخصص في الفن الذي يشعر أنه أقرب إلى نفسهم وهذا الذي ننصح به لأننا نعرف عجز أنفسنا ونعرف الوضع الذي نحن فيه ونعرف المشاغل الكثيرة التي تحيط بنا من كل جانب فلذلك ومع هذا لو حصل أن شخص يعني أدرك من نفسه القدرة القوية على أن يتوسع فهذا مطلوب غير أنه لا يعني ندفع بالإنسان لنحمله ما لا يطيق ثم يعجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المنبت أي المسرع جدا لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى كيف يعني فيه بعض الناس عنده عجلة يريد أن يشغله بسرعة بسرعة فهذا راكب على الجمل أو الناقة ويضرب فيه أمشي أجري فقال هذا لا هو وصل إلى مكانه ولا هو راحة المركوب الذي يركبه فخسر الجانبين لكن لما إنسان قال فعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدل يعني يمشوا على مهلكم تبلغون إلى أهجامكم بإذن الله تعالى لكن لكن ما علم الكتاب مقدم طبعا من عدة جوانب علم الكتاب علم القرآن أول شيء حسن قراءته ثم ثم تردي إلى إحسان حفظه إتقان حفظه ثم التردي إلى فهم معانيه وتدبر آياته كما أمر الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن فهذا هو مقدم على كل شيء لكن ما علم الكتاب مقدم ومقدم من بعده فالإنسان أول ما يبدأ بيش بمعرفة القرآن من باب حسن القراءة وحسن الحفظ ثم حسن الفهم حيث يبتدي على شيخ من مشايخ التفسير يفسر له ويبين له معاني القرآن لكنما علم الكتاب مقدم ومقدم من بعده علمان علم الحديث علم الحديث قرين علم القرآن وعلى الطالب أن يجد في تحصيل علم الحديث وذلك بحفظ ما تيسر من كتبه ومتونه الصغيرة وعادت الناس أنه أول ما يبدأون في حفظ الحديث يبدأون بماذا الذي يوصل العلماء طلابهم بحفظه من الحديث أول ما يوصونهم ما هو الكتاب هذا الذي يوصونهم بحفظه أو يبتلئون حفظه قبل غيره من الكتب ها من أنت ما هو أنت طلبت أن تجاوب طيب ها كتاب الأربعين النووية أحسنت أربعين النووية ثم يتلقى إلى عمدة الأحكام عمدة الأحكام الأربعون النووية غرضها جمع الأحاديث التي تعتبر أصول في الدين التي تدور عليها علوم كثيرة ومفاهيم كثيرة وأصول كثيرة هذه هي الأربعون النووية حتى أن بعضهم عد بعض أحاديث ربع الدين وهكذا بالنسبة عن عمدة الأحكام عمدة الأحكام هو في الفقه في فعلا كما سمعه في أحاديث الأحكام الأحاديث التي فيها الصلاة والصوم والعبادات أو فيها الأحكام البيع والشراء والأنكحة وميزته أنه انتقاه من الصحيحين هذا عمدة الأحكام كل الذي فيه لعج سأل تقول من رواه ولا ما صحته بل هو كله صحيح إما وهو الغالب في الصحيحين جميعا في البخاري ومسلم ونادرا بعضه قد يكون في البخاري فقط دون مسلم أو في مسلم دون البخاري ثم إذا أراد الإنسان أن يترك أكثر في علم الحديث فبلوغ المرام للحافظ بالحجر العسكراني رحمه الله فهو كتاب نافع وهو في أدلة الأحكام الأدلة التي يستدل بها الفقهاء عندما يقولون هذا حلال يقولون الدليل كذا وكذا هذا حرام الدليل كذا وكذا هذا يصح الدليل كذا وكذا هذا لا يصح الدليل كذا وكذا فجمع خلاصة هذه الأحاديث في بلوغ المرام وقال تحررته تحريرا بالغا ليكون حافظه بهذا المعنى من بين أقرانه نابغا الذي يحفظ بلوغ المرام يكون نابغا في العلم كما يتصور أو كما يظن الإمام ابن حجر رحمه الله نعم قال علم الحديث هذا بعد علم القرآن وعلم توحيد علم التوحيد علم الحديث وعلم توحيد هما ليميع من طلب الهدى فرضاني لابد قد تكلمنا عن علم الحديث وطبعا علم الحديث عدة فروع لكن أهم فعلها أن يحفظ الحديث الصحيح الذي قد صفاه ونقاه وجمعه العلماء ثم ينصرف إلى التفقه فيه وأما بقية فنون علم الحديث فمهمة لكنها ليست أصول الأصل أن تذهب إلى الحديث الصحيح بمشورة وإرشاد شيخك ثم يشرحه لك وتتركب على ذلك في شروحه وعلم التوحيد علم التوحيد أن يتعلم الإنسان توحيد الله عز وجل بفروعه المختلفة ويتعله تعلما صحيحا وتعلما على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم لأن هذا العلم قد تعرض لموجات من الأخذ والعطاء وتفرقت الأهواء وخرجت فرق خارجة عن نطاق التوحيد الصحيح فهذا يجعل الإنسان يلزم الإنسان أن يتحر ما هو التوحيد الصحيح فيأخذ من كتبه وعن أهله ولا يعني يفرط الإنسان أو يهمل ويأخذ عن أي أحد ما يسميه علم التوحيد فهما هذان العلمان الحديث والتوحيد لجميع من طلب الهدى فرضان فرق على كل من يريد أن يصل إلى الهدى الذي أمرنا الله عز وجل بأن نسعى إليه وجعل من فروض صلاتنا أن ندعي الله أن يهدينا إياه إهدنا الصراط المستقيم أننا لابد أن يكون له إلمام بالحديث وبعلم التوحيد وكذلك وكذلك علم الفقه والرابع الفقه الذي نعطى به حكماً لكل تصرف الإنسان الأحكام إن جئت لأحكام القول أو جئت لأحكام العمل أو جئت لأحكام النيات كل ذلك في الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية لذلك هو مهم جداً لذلك يعني بعض العلماء يقول من أنفع العلوم علم التوحيد نعم من أعظم العلوم علم التوحيد ومن أنفعها علم الفقه الذي يعرف به الناس أحكام دينهم أحكام أعمالهم أحكام نياتهم أحكام كلامهم فهذا أيضاً ويؤخذ عن أهله وفي كل بلد يطلب العلم عن أهل المذهب السائد في ذلك البلاد في ذلك البلد لأنه لا يمكن أنا مثلاً في هذه البلاد المذهب الشافعي العلم الذي يصلون بالناس يصلون على أي مذهب في الغالب مذهب الشافعي العالم الذي يدرس الفقه يدرسه على أي مذهب الشافعي وهكذا في كل الجوانب فإذا أنا ذهبت ودرست مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام أبي حنيفة ثم جيت إلى هنا لن أجد من يساعدني عليه ولن أجد من يأخذه عني أو أنني سأشاغب به وأحدث بلبلة ما حكم صافحة المرأة ولمس المرأة هذا في المذهب الناس الذي مشوا عليه أنه ينقض الوضوء ونأجي يقول لهم لا مذهب الأحناف ما ينقض الوضوء يعني أخلق وأحدث بلبلة بين الناس خل الناس على ما هم عليه وأنت إذا فيه خطأ واضح بينه لا حرج لكن النجيم مذهب مكان مذهب المذهب استقرها في هذه البلاد المذهب الشافعي فليقوم المذهب الشافعي قول يا أخي أنا درست في الديام الجامعة الإسلامية ويزال الله خيرا الجامعة الإسلامية والقائمين عليها ومن أسسها فقد نفع الله بها النفع العظيم وتخرج منها الكبار من العلماء ومن يعني نفع الله بهم المسلمين في كل أنحاء العالم لكن مذهب العلماء الجامعة الإسلامية الفقهي مذهب الحمبل فأنا أقول والله أنا خلاص أنا تعلمت هناك المذهب الحمبل بأيجي أعلم في جار السلام وإلا في زنجبار بأعلم المذهب الحمبل لا تعلمت المذهب الحمبل هذا شيء طيب وخله لك وإذا يجيت إلى هنا كن مع الناس ولا تقول والله لأنه يعني بماذا نحن بنقول أن مذهب أحمد أفضل من مذهب الشافعي أو مذهب الشافعي أفضل من مذهب أحمد كلاهما يأخذوا من مصدر واحد وهناك اختلافات في أمور يسيرة فخل كل واحد في مكانه لا تخلط نعم لو جيت حصلت الناس ولهم مذهب آخر بعيدون عن المذاهب المعروفة التي قد أقرتها الأمة الإسلامية طول تاريخها هنا من حقك أن تعالج لكن هذه المذاهب لا يمكن للإنسان أنه يحاول أنه يبعدها ويأتي بمذهب جديد هذا مستحيل وسيحدد فتنة وقد حدثت حدثت في كثير من البلدان الذين تعصبوا هذا تعصب للمذهب وهذا تعصب ضد المذهب وحصلت مشاكل لا ينبغي أن نقع في مثل هذه الأمور ثم قال وليحكم الطلاب فناً واحداً بالحد والتعليل والبرهان هنا وصية بعد أن قلنا أن التخصص مطلوب جاءت الوصية لأن إذا أنا اخترت لنفسي علماً من العلوم النافعة فعلي أن أحكمه بمعنى أن أرسخ فيه بمعنى أن أحيط به من جوانبه المختلفة فليحكم الطلاب فناً واحداً بالحد ما حد هذا العلم ما هو حد الفقه ما هو حد الحديث ما هو حد يعني ما هيته صح الآن نكمل البيت هذا وهنا نسف إذن فيكمل أو يحسن ويحكم هذا العلم بجوانبه المختلفة الحد هو التعريف العلم ما هو هذا العلم الذي نريد أن ندرسه والتعليل الذي فيه مثلاً بالذات هذا يأتي في الفقه لماذا كذا ولماذا كذا وما العلة في أن هذا حلال أو في أن هذا حرام أو في أن هذا واجب أو أن هذا مستحب فيكون مدرك لهذه العلل لأن الحكم يدور مع عندته وجوداً وعدماً فإذا أدركنا العلل عرفنا متى نثبت الحكم ومتى ننفي أو نسقط الحكم وكذلك البرهان الدليل على مفرجات هذا العلم هذا خير وأنفع من علوم جمة في كلها يرون بالنقصان يتحصله مدعي لهذا العلم ومدعي لهذا العلم ومدعي لهذا العلم وعند الحقيقة لا هو متقن هذا ولا متقن هذا ولا متقن ذاك وإنما عنده رسوم من رسوم هذا العلم هذا يضيع نفسه ويضيع الناس معه نكمل إن شاء الله بعد استراحة الفطور Kishki TV Nuru Ya Diniyako